أعلنت الرئاسة الأوكرانية أن اتفاقا بين السلطة والمعارضة لإنهاء أعنى في أزمة سياسية تشهدها البلاد منذ استقلالها سيوقع في غضون ساعات وذكرت تلفزيون الأوكراني أن الاتفاق الجديد سيشمل إجراء انتخابات رئاسية مبكرة بحلول نهاية العام مع بدء البرلمان خلال يومين في مناقشة إصلاح دستوري يحد من صلاحيات الرئيس في المقابل بدأ ممثل الاتحاد الأوروبي أكثر حرصا في تأكيد أنباء الاتفاق حيث أشار وزير الخارجي البولندي رادوسلاف سيكورسكي إلى أن ما تم التوصل إليه هو مشروع اتفاق وليس اتفاقا نهائيا المساعي الحثيثة للخروج من الأزمة تتزامن مع تصويت البرلمان على مرسوم يدين أعمال العنف ضد المتظاهرين وهو المرسوم الذي دعمه عدد من نواب حزب الأقاليم الحاكم